السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا النهاردة شرح لاستضافة ديجتال أوشين طيب اول درس معنا النهاردة هيبقى خاص بازاي نسجل في الشركة وكمان معنا لينك اللي هو بيدينا 100 دولار فري كريدت نقدر نجرب يوم الشركة بيبقوا شغالين معاك لمدة شهرين يلا بينا في الشرح ونشوف الشرح بتاعنا هيمشي زي اول حاجة خد اللينك ده ونروح به على المتصفح بنروح للينك مع بعض بعد ما بنفتح اللينك بيجي قدامنا المستطيل الكبير ده بندوس عليه طبعا الخصم ده للمشتركين الجدد يعني آآ للاميلات الجديدة تقدر بقى هنا تسجل ايميلك بأي طريقة ممكنة آآ على سبيل المثال انا هختار آآ جوجل بما ان هو اسهل حاجة وهكتب هنا الايميل والباسورد بعد ما بتدخل الايميل والباسورد بيحولك على طول على الصفحة دي هو كده بالفعل الايميل اتعمل بس فيها نظام غريب شوية ان هو اول ما الايميل بيتعمل تأكيد هوياتك عندهم او آآ زي ما هما كانت بينها بيبقى من خلال آآ الشحن اولا في الموقع يعني انت اول ما بتعمل الايميل لازم آآ تشحن في الموقع حتى لو بقى اقل قيمة اللي هي خمسة دولار طبعا ما فيش حاجة تقلق خالص انت هتشحن بخمسة دولار هتحصل عليهم مية وخمسة دولار هتشحن بعشرة دولار هتحصل عليهم مية وعشرة دولار المقصود طبعا من كلامي ان انت بتحصل علي الفري كريديت اللي هو بيديه لك المية دولار آآ اضافي على قيمة شحنك لكن مش ممكن تحصل عليهم بدون ما تشحن تمام فانت هنا في الخطوة دي بتحدد طريقة الدفع بتاعتك اذا كانت عن طريق كارت او عن طريق البيبال على طول وبتدفع وبعد ما بتدفع آآ على سبيل لو مسلا دفعت بخمسة دولار هتلاقي نزل عندك في الحساب مية وخمسة دولار تقدر تستخدمه طيب آآ كده هاعدي الخطوة دي وهفتح بقى آآ من حسابي القديم اللي هو بالفعل آآ الحساب شغال وفي آآ بالفعل علشان انا مش محتاج ان انا اعمل حساب جديد دلوقتي طيب آآ دخلت بقى من حسابي القديم اول حاجة بعد ما بتدفع الخمسة دولار وبتحصل على آآ النقاط الاضافية الخاصة بيك بتفتح معاك الصفحة بتبقى بالشكل اللي قدامك ده طيب آآ علشان تعمل في بي اس بتروح آآ هنا لكريات وبتدوس عليها مش هتلاقي هنا في بي اس ومال هتلاقي ايه هتلاقي حاجة اسمع دروبليكس طيب الدروبليكس ده عندهم هو الفي بي اس هما آآ بالنسبة لهم الفي بي اس او الاردبي مسميينه هنا في ديشتال اوشان آآ دروبليكس فانت آآ بتدوس على دروبليكس بعد ما بتدوس على دروبليكس بيفتح معاك الوقت بقى اا اعدادات الفي بي اس اللي انت عايز تشتويه هنا نظام التشغيل الخاص به آآ عندك اوبنتو في دورا ديبيان سانتوس روكي لينكس وهكذا طيب آآ على سبيل المثال انا هاختار اوبنتو اصدار آآ عشرين آآ بوينت اربعة عندك هنا آآ الخطة اللي انت هتتحاسب عليها الاربع خطة دول ديديكيتد سي بيو يعني آآ آآ سي بيو ليك لوحدك آآ آآ خاص مستقل وهنا الشيرد سي بيو وباكت البيزيك طبعا آآ معظم الناس او كل الناس كل الناس بتستخدم باكت البيزيك لان تكلفة اقل بكتير آآ انت شايف هنا الاسعار طيب لو اختارنا هنا جينرال بوربولز اسعار مختلفة تكلفة خرافية آآ اعلى من التكلفة التانية بكتير فبنختار البيزيك وعندك هنا السي بيو بنختار وعندك هنا دي آآ بقات تانية تقدر تختارها آآ يعني دي آآ عنظمة تانية للسي بيو ولو اخترتها بتبقى التكلفة اعلى شوية خلينا في التكلفة المعتادة هنا انت عندك هنا كمان الاوبنتو بيبدأ معاك من اربعة دولار مش بس من ستة دولار بتختار المناسب لك طبعا ديجتال اوشن من اهم المميزات اللي فيها انها بتدعم نظام حساب الساعة يعني آآ استخدامك بتتحسب عليه بالساعة وتقدر تعمل في بي اس وتستخدمه لمدة ساعة او ساعتين او اكتر او اقل كمان براحتك وبعد كده تحذف الفي بي اس ده وتعمل غيره وهكذا دي طبعا بتبقى الميزة اللي موجودة في الشركات اللي بتدعم آآ الفي بي اس آآ انك تأجره بالساعة تمام آآ دلوقتي آآ آآ انت هتتحسب فقط على السعر ده في الساعة فقط تمام ولو وصلت لاستخدام شهر متواصل بيبقى ستة دولار طيب آآ دي خاصة باضافة آآ مساحة اضافية لو انت عايزها بتدوس هنا على آآ لو آآ مش عايزها خلاص طبعا بتدوس على آآ وهنا آآ آآ بيبان قدام كل مساحة و السعر الخاص بيها بعد كده هنا آآ مكان آآ الفي بي اس الخاص بيك الداتا سنتر آآ ريجين يعني المكان الخاص بي الفي بي اس الخاص بي عندك آآ نيويورك آآ مستردام آآ سنغافور لندن فرانكفورت مكانة تورنتو آآ على سبيل المثال هستيبعها مستردام زي ما هي عندك هنا بقى آآ الحماية الخاصة بالفي بي اس الخاص بيك بتقدر تختاره عن طريق الاسس اس آآ كيز وبتقوله هنا نيوي اس اس آآ اتش كيز وبتكتب هنا الاسس اتش اآ كيز الخاص بيك والنيم هنا وبتعمل اد. طيب لو انت مش عايز الطريقة دي ومنصحكش طبعا بيها بيبقى عن طريق الباسوورد على طول. بتعمل هنا باسوورد للفي بي اس الخاص بك. بتخش بيه طبعا مع الاي بي. هنا في تعليمات للباسوورد على الاقل 8 حروف. فيهم واحد كابيتل وفيهم رقم واحد. الباسوورد الخاص بيك لا ينتهي بالرقم او حرف مخصص. تمام. عندك هنا دي اضافات تقدر تضيفها على الباقة الخاصة بيك. على سبيل المثال البيكب لو انت عايزه بتعلم عليه. وعندك الهنا ال اي بي في سكس تقدر تضيفه فري. البيكب بس هو اللي هنا ب 1 دولار 20 سنت. يوزر داتا مونيتيرينج وهكذا. اللي انت عايزه طبعا بتعلم عليه. هنا بقى مش محتاج ان انت تزود او او تغير اي حاجة. الهوست نيم تقدر تكتب الهوست نيم زي ما انت عايز. وهنا التاجز تقدر تكتب تاجز زي ما انت عايز. طيب. هكتب بقى كل المعلومات اللي احنا شفناها دي. هحدد كل المعلومات دي بسرعة. وهنتهي الدرس بتاعنا على كده. وهنشوف في الدرس الجاي. ازاي ازاي بنتصل بالفي بي اس الخاص بنا. وازاي بنزبط وإعداداته وكل هذه الأمور. طيب يلا بينا بسرعة وبنتو بايزيك ستة دولار في الشهر مش عايز مساحة أضافية ان مكان هخليه نيويورك الباسورد هكتب ال بالباسورد كتبت الباسورد باقي عندي هنا الهوست نيم والتاجز الهوست نيم هسيبه زي ما هو كتبه التاجز هنا هحط تاجز من عندي واخيرا هقوله كرييت دروبليت بالفعل اتعمل معنا الدروبليت كده بيتسطب الدروبليت الوقت اللي بياخده ما بيبقاش طويل خالص هنشوف احنا هنا في خلال دقايق معدودة هيخلص معنا زي ما انت شايف اهو قرب يخلص انا هحاول ما جريش في الفيديو او اي حاجة كده خلص معنا تسطيب الدروبليت طيب هنشرح مع بعض دلوقتي بعض الامور والاعدادات الهمة اللي لازم يكون عندك علم بيها يلا بينا دلوقتي انا هدوس على اوبنتو اللي هي النسخة بتاعتنا اللي احنا عملناها هاخش عليها علشان عايز اشرح لك بقى الامور دي بالنسبة للامر ده دي معناها اه هنا بيبين لك استخدامك بيبين لك استخدامك في الفترة اللي انت تحدده له على سبيل المثال انا لو قلت له اه سكس عورز كده اه هيبين لك استخدامك في اخر ست ساعات وهنا استخدامك من البروسيسور السي بيو وهنا استخدامك من الدسك تمام دي كانت الامور الخاصة بالامر طيب بالنسبة لاكسس هي خاصة بي يعني انك تشوف السيرفر او دروبلت الخاص بيك من خلال الكونسول لو دست هنا على لانش دروبلت كونسول بيفتح معنا الكونسول زي ما انت شايف اهو طيب الكونسول ده عبارة انه هو انك تفتح السيرفر الخاص بيك على المتصفح اللي موجودة عندك على الجهاز في نفيذة جديدة زي ما احنا شايفين كده هو كده اتصل بالسيرفر من خلال الكونسول طيب هقفله الباور خاصة بالتيرن اوف والتيرن اون للدروبلت وطبعا الباور بتختلف عن دستروي بشكل كبير الباور دي لو حبينا نشبهها كده هي شبه انك تعمل شات داون للجهاز الخاص بيك انت عملت شات داون لكن ما زالت نسخة الوندوز الخاصة بيك موجودة على الجهاز لما هتيجي تفتح الجهاز هتلاقي النسخة موجودة تمام مش هتلاقيها تحذف لكن لو عملت ديستروي ديستروي دي حذف كامل زي ما يسموها تحطيم حذف كامل للنسخة الخاصة بيك يعني مش هتلاقيها تاني لو حبينا نشبه برضو بالمندوز دي كأنك حذفت نسخة الوندوز الخاصة بيك تماما من عالجهاز تمام تمام Volumes دي خاصة بإضافة مساحة للسيرفر الخاص بك ولو ضغطت هنا على Add Volume بتقدر تضيف المساحة اللي انت عايزها بتحدد المساحة وبتنزل هنا تقوله Create Volume تمام Resize خاصة بإعادة تحديد CPU والرامة أو CPU والديسك والرام في السيرفر الخاص بك يعني مثلا لو انت كان عندك 1 جيجا و 25 SSD و 1 terabyte transfer ولقيت ان المساحة دي مش مكفية معك تقدر تغير الباقة اللي انت مشترك عليها بباقة أعلى أو لو كنت على باقة أعلى وعايز تغير الباقة أقل تقدر تعمل كده وتقدر تغير والرامات اللي عندك كأنك بتختار باقة من أول وجديد طيب Networking دي خاصة بمعلومات الاتصال بالسيرفر الخاص بك الIP العمومي والPublic Gateway طيب يتعمل لها backup علشان لو حضرتك يعني محتاجها ضروري أو مشابه ذلك يعني عندنا هنا برضو بيعرض تاريخ السيرفر الخاص بك من أول ما ابتدى هو عندي هنا جايب لي ان السيرفر ابتدى اتعمله من 30 دقيقة ولو في عمليات تانية اتعملت على السيرفر كان بالفعل هيكتبها لي هنا وهنا ديستروي زي ما قلتلك طبعا دي خاصة بحسف السيرفر بالكامل والتاجز دي خاصة بالتاجز اللي انت بتضيفه علشان لو عندك مجموعة سيرفرات كبيرة ما تطلق بطش ما بينهم وتقدر تعلم او تحدد كل مجموعة سيرفرات منهم او كل سيرفر بتاج معين خاص به علشان لما تيجي تبحث عنه متوهش وانت بتبحث عنه والريكوفري دي خاصة لو هتعمل استعادة للنسخة الخاصة بك او هتسطب نسخة جديدة او لو هتحول النسخة الخاصة بك لنظام اخر كده خلصت معنا التعليمات اللي انا حبيت ان انا اوضحها لك هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نتصل بالسيرفر الخاص بنا السيرفر اهو معنا هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي هنتصل به هنخش عليه كده هندوس على الاسم بتاع السيرفر من هنا طيب في نظام الاوبنتو بنتصل بنظام الاوبنتو عن طريق برنامج اسمه البيوتي اهو البرنامج انا كنت محمله فهجيبه من عندي هنا اهو ده البرنامج تمام هسيب لك لينك تحميله برضه في الوصفة اسرل الفيديو بناخد بقى هنا الاي بي بتاع السيرفر وبنعمله لسك وبندوس اوكي وبنقول له اكسيبت اللوجين بنكتب روت والباسورد بتكتب الباسورد اللي كنت انت عملته طبعا انا شرحت الحلقة اللي فاتت ان الباسورد احنا بنعمله بروحتنا كل واحد بيعمل الباسورد اللي عايز يعمله وبيخش من خلاله عصر انا كتبته هو الباسورد وهدروس انت تمام دخل معايا كده بالفعل خلاص اتصلنا بنظام الاوبنتو هنجرب بقى نعمل update وupgrade لنظام الاوبنتو الخاص بنا علشان نختبر مدى كفاءة السيرفر طيب علشان بنعمل update لنظام الاوبنتو بنكتب الامر التالي هتلاقيين يصابولك برضو في الوصف اسفل الفيديو apt-get مسافة update enter اهو بيعمل معانا update طيب علشان نعمل upgrade apt dash get upgrade برضو هتلاقيين يصابولك enter وهنقول له اه واي وهنا بيسألنا do you want to continue هنقول له why طبعا يعني yes هنا بندوس enter اهو بيكمل معانا اهو بيكمل معانا كده خلاص النظام بقى جاهز معانا اه كده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى ان هو يكون افادك اتمنى اكون وفقت من الله سبحانه وتعالى في تقديم هذا المحتوى اه انتظروا كثير من الشرحات ان شاء الله وكل ما هو مفيد وكل ما هو نافع شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته